عبدالعلي رزاقي ولكل الوسرة الإعلامية راجية من المولى عز وجل يتغمده بوسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان الدكتور عبدالعلي رزاقي في ذمة الله خبر حزين زاد ساحة الإعلامية والسياسية حزنا المغفور له بإذن الله وافته المنية بأحد مستشفيات جزار العاصمة بعد أن اجرى عملية جرحية على قلبه الدكتور عبدالعلي رزاقي من موليد عزابة عام 49 موال في ولاية اسكيكدا شرقية الجزائر غادرنا عبدالعلي رزاقي فجأة عن عمر ناهز الرابع والسبعين عاما بعد مسيرة يراها كثيرون حافلة في التدريس بإحدى جماعات الجزائر العاصمة وإشرافه على تخريج مئات الطلبة في علوم الإعلام والاتصال وقد كانت للدكتور الراحل بصمات في التأليف والبحث الأكاديمي والنضال السلمي من أجل جزائر تختلف عما عاشته البلاد منذ استرجاع السيادة الوطنية عام 62 تسعمة والف وفي الوقت الذي استقال فيه كثير من أبناء النخبة وطلاقهم للمشهد السياسي رأى عبدالعلي رزاقي أن النشاط الجامعية وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات الأكاديمية داخل الجزائر وخارجها مهم جدا لكن ليس ذلك كافيا إذا لم يتخندق الباحثون والأكاديميون مع قضايا شعبهم كما كانت عليه الأوضاع أيام الحركة الوطنية قبل اندلاع الثورة التحريرية كان للدكتور عبدالعلي رزاقي حضور فاعل في الحق السياسي بمشاركتي في عديد الاجتماعات فيما علف بلقاءات مازافران والتي كان يديرها رؤساء أحزاب وجمعيات تنشط في المجتمع المدني وكان عاملها الرئيس معارضة تمديد عهدات الرئيس الراحل عبدالعزيز بودفليقة على حساب تهميش الشعب وإبعاده عن تقرير مصيره بنفسه شارك عبدالعلي رزاقي في مسيرة حراك الشعب السلمي مشيدا بمطالبه وأهدافه من أجل تجسيد الديمقراطية الحقة ودولة المؤسسات والعدل والقانون ومنددا في الوقت نفسه بمصادرة الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير وبسبب مواقفه الجريئة من نظام الحكم تعرض عبدالعلي رزاقي للرقابة المشددة والتذيق الأمني ومنع طباعة كتبه في الفترة الأخيرة كما استنطق أيضا في فترة الثمانينات بخصوص دواوينه الشعرية من قبل أجهزة الأمن وسحب جوء سفره لمدة عامين هل كان مطروح اليوم بالجزائر الجديدة ما هو إلا مرحلة أخرى من نظام المخلوع الراحل بوتفليقة اللهم بعد الرطوشات المضافة لواجهة الحكم لا غير عبدالعالي رزاقي ابن شهيد لذا ظل يؤكد في مدخلاته العديدة بأنه من الواجب أن نبقى أوفياء لرسالة الشهداء وبيان أول نوفمبر عام أربعة وخمسين تسعم وائلف يذكر أن رزاقي بن أبرز ضيوف المغاربية المشاركين في مختلف حصاصها ولم يسبق له أن رفض دعواتها قط منذ انطلاقها فضائي عام أحد عشر بعد الألفين رحم الله الدكتور رزاقي وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لأمتي عامة ولبلاده الجزائر خاصة يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُقُمَ إِنَّ تُرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَمَّتِي